تطوير التشريعات المستدامة تطوير منظومة العمل الوطني تهدف إلى مضاعفة الإنجازات في مختلف المجالات والقطاعات التنموية في مملكة البحرين تمضي مملكة البحرين وبخطوات ثابتة نحو تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين واحتياجاتهم ويعود على الوطن بالخير والنماء والازدهار حيث تمكنت المملكة من خلال التعاون المثمر والبناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في تطوير واستحداث جملة من منظومة القوانين والتشريعات لتواكب متطلبات التنمية المستدامة في إطار خطة التعافي الاقتصادي وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بشأن تطوير التشريعات والقوانين لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة عملت الحكومة الموقرة بإشراف سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تنفيذ التوجيه الملكي السامي حيث شكل سموه حفظه الله لجنة المتابعة والتي باشرت بدراسة 111 أداة تشريعية ونتج عنها تعديل سبعة تشريعات حددتها الدراسة كدفعة أولى لتطوير عدد من القطاعات التي تهدف لتعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية إلى جانب تحديث وتطوير عدد من الإجراءات إن تطوير التشريعات لمواكبة التنمية المستدامة تمثل أولوية دائمة لتطوير منظومة العمل الوطني وتطويره في دولة القانون والمؤسسات وذلك في سبيل مضاعفة الإنجازات والحفاظ على المقدرات وصون الحقوق والمكتسبات في مختلف المجالات والقطاعات التنموية والحيوية الواعدة لتحقيق التطلعات الوطنية في رفض الاقتصاد الوطني